احتمال تأثيرها على موضوع التقسيم وتسريع التقسيم هذا واقع لا نستطيع أن ننكره لا نستطيع أن ننكره ولكن أملنا بالله سبحانه وتعالى أن يستجيب الأخوة في الخليج لهذه النداءات الصادقة التي تصرخ في وجوههم دائما أن يكفوا عن هذا النزاع حتى لا نصل إلى هذه النتائج الكارثية لا سمح الله لا سمح الله إذا وقع شيء في الخليج فهذا يؤثر جدا جدا في موضوع التقسيم وقد يسرعه وإن شاء الله لا يتم هذا دول الخليج كما قلت لكم يا أخي هم الآن على المحك إما أن يكونوا عربا ومسلمين يعني يتخلقون بأخلاق العرب الأصلاء ويتخلقون بقيم الإسلام ويقيمونها على أنفسهم وعلى أرضهم وعلى شعوبهم وأما أن يكونوا قد رجعوا إلى الجاهلية الأولى الجاهلية الأولى والعياذ بالله التي كانت تقوم بين القبائل العربية ويعني حرب واحدة حرب داحش والغبراء استمرت أربعين سنة صور أربعين سنة يهلكوا بعضهم بعضا إذا أرادوا أن يرجعوا إلى الجاهلية الأولى فهم لا يدرون أن الجاهلية الأولى كانت منغلقة ضمن الجزيرة العربية ما ما حصل فهم يذبحوا بعضهم بعضا ويقتلوا بعضهم بعضا لكن الآن الكارثة فيها على المنطقة كلها من أول إلى آخرها والمشغل والمشعل لهذه الفتنة الغرب هم أجراء إذا اشتعلت هذه الفتنة فهم أجراء ليسوا أكثر من ذلك أبدا وهذه مصيبتنا في هذا فأنا أتمنى من دول الخليج أن يعودوا إلى رشدهم وأن لا ينساقوا في طريق الجاهلية هي جاهلية وأول ما يحاسبهم على هذا الرجوع والانتكاس إلى الجاهلية الأولى أول من يحاسبهم شعوبهم سوف تكرههم وتبغضهم ثم تنفض عنها غبار هؤلاء الذين وصلوا بالأمة إلى هذا الطريق المسدود والعياذ بالله